شاهد الرئيس عبد الفتاح السيسي أداء حلف اليمين للمستشار محمد شوقي عياد نائبا عاما وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته للنائب العام الجديد بالتوفيق في أداء مهامه وللطلاع بمسؤولياته في إطار من سيادة القانون والعمل الدؤوب لتمكين المواطنين من حقوقهم وفقا للدستور والقانون هذا وقام الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حماد الصاوي النائب العام السابق معربا عن خالص التقدير لجهوده ولما قدمه من عطاء في سبيل حماية وصون حقوق المواطنين والوطن